السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الدرس 78 من دورة صمم تطبيعات بنفسك بدون برمجة والنهاردة بنستكمل نظام تزجيل الدخول الانلاين مع موقع اير تيبل طبعا كنا شرحنا في درس 77 ازاي تعمل التصميم وازاي تعمل تاخد النظام الخاص او النظام وتقدر تحط اسم كمان اللي هو الخاص بموقع اير تيبل النهاردة هنستكمل برضو ازاي بقى هنعمل اتصال ما بين الموقع وما بين البرنامج عندنا هتقدر طبعا بكل سهولة ان انت طبعا تقدر ان انت تتابع زي ما قلنا وبرضو دورة صمم تطبيع بدون برمجة لو انت عايز تتابع من اول الامر طبعا احنا هنستكمل النهاردة احنا قلنا هنستكمل هنستكمل اللي قلناه الحلقة اللي فاتت قلنا طبعا احنا طبعا مرينا بالتصميم وهنتكلم النهاردة كل ده اخدناه في درس آآ سبعة وسبعين هنقدر ان احنا نعمل حاجة آآ قلنا آآ هنعمل بقى ناخد من الخاص به اللي ان احنا نقدر نودي الحاجات دي اللي احنا قلناها اسم المستخدم وكلمة المرور والايميل والحاجات دي اللي احنا قلناها دي هنقدر ان احنا نوديها بقى للموقع بتاع بتاعنا عشان تقدر تدخل في كل ايه في كل آآ آآ حاجة آآ هنقدر طبعا يعني احنا فتحنا موقع آآ اير تيبل ماشي موقع اير تيبل واحنا قلنا الخنات الخاصة بالجدول بتاعنا اللي هو آآ قلنا ازا خانة زي ما انتم شايفين كده آآ هنقدر ان احنا آآ يعني الخنات زي ما انتم شايفين اهم حاجة الخنات دي لازم هي هي اللي تبقى موجودة هنا يعني لازم هي هي اللي موجودة ايه هنا عشان نقدر نودي ان هي تتحفظ بالخنات دي طبعا آآ هن اول حاجة هن 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 جيب هون اللي هي دي جيت كالوم عشي هنروح عند ونجيب آآ جيت كالوم اهي اللي هي هنا ماشي وبعد كده آآ من دينا اربع اختيارات احنا طبعا هنعمل آآ ديفايز اي دي عشان نقدر ان احنا نحفظ ديفايز اي دي بتاعنا عشان ما نقدرش ان احنا نسجل تاني او يدخل مباشرة ان تسجيل تلقاي هنعمل له آآ هنعمل له متغير بديفايز اي دي وآآ آآ 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 الحاجة دي اللي احنا عارفينها. بعد كده هنجيب بقى يعني بلوك خاص بيه اللي يساوي. تمام? وده هتلاقيه في ده اللي هو ده. هتلاقيه في اللوجيك. بعد كده هنجيب طبعا هنجيب يبقى الحاجة التانية. تمام? وبعد كده هنجيب اه ازن لست. اه ازن لست هنجيبها من هنا. تمام? ازن لست سينج يعني معنى صح ان ده موجود في اللي ست ولا لا يعني ده اي دي موجود في اللي ست ولا لا. بعد كده اه هنقول السينج واللي ست اللي هو الدفايز اي دي والسينج اللي هو الدفايز عاي دي دوت ini اللي احنا حطناه هنا. خلي بالك. اللي احنا حطناه فين? اللي احنا حطناه اه هنا. طيب اللي هي الدفايز اي دي Wareение دي؟ تمام? هنجيب الدفايز اي دي. اللي هي احي دفايز اي دي اللي احنا بنتكلم عليها . device tools . id اللي هي دي اهي. تمام? بعد كده بنجيبها طبعا بناخد اللي وجد device id ويساوي true. تمام? طبعا انتو عارفين true هنجيبها من من ايه? من logic true. true false يعني. ممكن تستخدم البحث على فكرة. حاجة زي كده زي انت شايف اهي. على طول. طبعا. هنيجي بقى اه طبعا زين? set clock one dot time enable dot true. اللي احنا قلناه اللي هو الثانية. اللي احنا الخاص به. اللي الثانية دي. طبعا احنا مش معلومين هنا في ال time enable يعني تبدأ الساعة تشتقل اه ثانية يعني مجرد ثانية. بعد كده ندخل بقى في الشغل البرمجة بتاعنا المناصح الكودات الخاصة بالبرمجة بتاعنا بقى. اللي هو ان تودي الحاجات دي بقى اللي هي الايه? اللي تقدر ان انت تستقبل القيم من الجدول البتاع. هناخد call spreadsheet sheet. ماشي? اه. اه. call spreadsheet sheet. اه. دود create row. بنروح عند ال spreadsheet sheet اهو. create row هنختار بقى اللي هو ايه? اللي هو create row. اللي هو ايه? كل حاجة الكلوم نيمز والفاليو. احنا عندنا كام قيمة عندنا خمس قيم فلازم نعمل لها ميكا لست. نعمل الكلوم نيمز نعمل لها خمس قيم عند ميكا لست. تمام ممكن تجيبها بالبحث عادي. ميك ميكا لست اهي ميكا لست. تمام. الفاليوز بقى هنعمل لها برضو الخمس قيم بتاعتنا. اول قيمة ان funcionت. اللي هو دوت اي دين. وبعد كده الفناته عادي. الموبايل اللي هي دي يعني. اللي يا بصوا اللي هي دي. بصوا اللي هي دي. في هنكيب بتاعتها اللي هو القيمة اللي هو الراجل بيكتبها. ياق screens di pd. ولازم الترتيب زي ما انتا شايف كده يعني الترتيب ده هنا والترتيب ده هنا والترتيب ده هنا يعني كل واحدة وليها الترتيب بتاعي يعني الموبايل نمبر مثلا ده رقم اربعة زي ما انتم ايه زي ما انتم شايفين كده طيب هتيجي بقى بعد كده الفاليوز دي زي ما قلناه طيب بعد كده يعني اللي بعد كده هات بقى النتفاير ده بحيث انه هيقولك تم انشاء حسابك بنجاح اول ما يتنشئ الحساب يقوله تم انشاء حسابك بنجاح وطلع له ميسج وطايتل وايه يعني انا جبت اللي هي الخانة اللي بتطلع كده بطريقة التنبيه اللي بيطلع بطريقة كويسة وليكن زي كده اللي هو الزبينر ماشي اتلاه هو هنا ماشي ازبينر يعني اتلاه هو هنا بروجريس اهيه اللي هي دي تمام اه طايتل طبعا العنوان بتاع المسج نفسها طبعا مش مهمة يعني حاجة المسج بتاعتك والكانس اللي هو اللي تقدر ان انت تعمل كانسل طبعا تعملها ترو والايكل لو في ايكل اللي حاجة عايز تعملها بتقدر ان انت ترفعها من هنا زي ما انت شايف وتاخد القيمة بتاعتها اه ليها وبعد كده برضو بتفعل بتاعتك عايز تعمل يعني ان الحاجة دي لو مجاتش مسلا لحاجة يبقى ايه ما لاش لازم يعني تمام ده بالنسبة ليه ايه ده بالنسبة ليه الحاجة المهمة الخاصة بيه البرامجة نفسها طيب انا هنزل لكم كده كده طبعا ان شاء الله الملف الايه اي بس هناخد حاجة بس عشان برضو ايه هنرجع تاني ليه الاسكرين وان طبعا الديفايز اي دي الديفايز اي دي مهم جدا الديفايز اي دي لازم نعمله برضو في الاسكرين وان اللي هو اول ما بيدخل على الاسكرين الخاصة بلسبلاش بحيث انه يدخل كأنه مسجل البيانات عادي خالص مايقودش يطلب منك بيانات فطبعا دي هنعمل لديفايز اي دي قلنا هنعمل لها تاني عشان اديها قيمة طب متغير بعد كده هنجيب لسبريد شيت هننزل برضو تاني وناخد نفس القيم بتاعت اللي احنا قلناها بتاعت الفتائز هيه. انت ممكن تعمل vayaة او home based من هنا يعني. ممكن تعمل لها اieux ايه لان هي ايه نفس الجدول بنفس القيم تعمل لها برضو في ايه تعمل لها في ال screen one اللي هي دي على طول مباشرة تمام بعد كده هننزل برضو dive tools وتووا كلوك هننزلها كلوك زي ايه زي اللي فاتت. بعد كده هنعمل هنا اللي هي نفس اللي احنا عملناها في الصين اوب. ماشي وبعد كده هناخد اول حاجة اللي احنا عملناها المطيار اللي احنا عملناها. هندي له بتاعه. تمام? وهنعمل اف لو اه 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 نفسه اه موجود في الليست بتاعتنا اللي هي دي. تمام? يبقى خلاص هتبدأ ايه لو ابدأ افتح لي صفحة اللي هي صفحة القيمة الرئيسية. اه لو مش موجودة افتح لي صفحة ايه? افتح لي صفحة الساين او. تمام? ده بالنسبة لي دي خطوة مهمة ميدة جدا جدا عشان برضو ايه? تفهمها. اه طبعا في الانشلايز لازم تنزل اللي فيها لازم عشان تقدر ان انت تقدر ان انت تسترجع بالجوت كولوم. لازم طبعا انت تعمل في الاول عشان خاطر ان انت هتنزل الايه? تنزل الكلام ده. اه ان شاء الله بازن الله هنزل لكم لفل اي 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 زي ما قلنا. تمام? اه حابب برضو ان انا اه يعني ان انتو اه تشتركوا اه يعني مش مشترك في القناة اشتراكك في القناة خليني ان انا نزل اه اه يعني انزل حاجات كتيرة جدا وخصوصا من عم لفات اي 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 اه اللي هي الصرس كود الخاصة بالتطبيقات. طبعا هت اه هقدر ان انا نزل لكم حاجات كتيرة للفترة الجاية ان شاء الله. محتاج اشتراك محتاج لايك اه للفيديو لو عجبك. لو عجبك اه محتاج اه يعني اه ان انتو تتابعوا وتقدر ان انتو تتابع برضو المنتدى اه هننزل حاجات اه جميلة برضو لفترة الجاية ونقدر ان ان انتو تتابع فيها كل حاجة. اه طبعا قامي التشغيل مهمة جدا برضو عشان خاطر لو انت حابب ان انت اه تشوف اه دروس كثيرة جدا ومنها دروس صمم تطبيقك بنفسك بدون مرمجة وكمان افهم كمبيوتر بنزل فيها حاجات خاصة بالكمبيوتر جميلة جدا. اه بسيطة جدا بتمنى ليكم كل التوفيق وان شاء الله انتظرونا في دروس قادمة جاية بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى